مرحلة التحليل سنبدأ بتوضيح التحليل المبدئي Primary Analysis هو أول خطوات مرحلة التحليل حيث يتم فيه استلام طلب التحليل من المعنيين بالنظام عزيز المشاهد ما هي خطوات التحليل المبدئي؟ أولا طلب التحليل User Request حين يلاحظ المستخدم خللا أو مشكلة معينة يقوم بتقديم طلب مكتوب لتصحيح الخلل إلى مديره ومن مديره إلى الشخص المعني والذي هو عادة ما يكون مدير دائرة المعلومات والذي يسمى طلب التحليل User Request أو طلب النظام System Request ثانيا تقييم طلب التحليل Evaluation of User Request حيث يقوم مدير دائرة المعلومات بدراسة وتقييمه بشكل مبدئي حيث يقوم بطرح عدة أسئلة منها هل المشكلة ملحة؟ هل المشكلة حرجة أو خطيرة؟ هل المشكلة تصب في أهداف المنظمة؟ هل هناك أعمال متراكية من نتيجة عدم حل المشكلة؟ هل يستطيع التقنيون التعامل مع المشكلة؟ ثالثا تحديد المشكلة والتأكد منها Problem Statement هو التأكد من المشكلة عن طريق مقابلة المحلل لمستخدمي النظام أو مراقبة النظام حيث يقوم المحلل بتقدير تكلفة ووقت التحليل التفصيلي رابعا التقرير المبدئي Primary Report يحتوي التقرير على وصف المشكلة من وجهة نظر المستخدم النتائج طبيعة المشكلة من وجهة نظر المحلل التوصيات توصيات المحلل للإجابة عن الأسئلة لمدير المعلومات تقدير التكلفة ووقت التحليل التفصيلي مرحلة التحليل التفصيلي عزيزي المشاهد يجب فهم المشكلة فهما عميقا ولا بد من إدراك أبعادها وأسبابها الحقيقية ودوافعها ومدى تأثيرها على النظام ولحل المشكلة لا بد من أخذ آراء ومتطلبات المستخدمين User Requirements وكل من له علاقة بالنظام Stakeholders وهنا لا ينصح بالبدء في التحليل التفصيلي إلا بعد الحصول على التفويض من الإدارة للقيام بذلك أولا جمع متطلبات وإيجاد الحقيقة Requirement Gathering and Fact Finding حيث يتم دراسة النظام الحالي وفهم فهما جيدا واكتشاف الأخطاء والمشاكل الموجودة فيه وفيها يتم اقتراح النظام الجديد حيث يقوم المحلل بتحديد البيانات التي يقوم النظام الحالي بجمعها الكيفية التي يقوم بها النظام الحالي بمعالجة البيانات مخرجات النظام الحالي الطرق التي يمكن اتباعها لتحسين أداء النظام الحالي إن الجمع المتطلبات طرق ووسائل عديدة من أهمها أولا المقابلات ثانيا الاستبانات ثالثا المشاهدة أو الملاحظة أولا المقابلات تعتبر المقابلات من أهم طرق جمع المتطلبات لكنها بحاجة لإعداد مسبق وترتيب وتخطيط شامل قبل البدء بها حيث يتم استغلال وقت المقابل بشكل جيد لذا يجب تحديد الأسئلة مسبقا ينصح باتباع البروتوكول عند طلب إجراء المقابلة كالاتصال مع الشخص المعني وتحديد موعد معه أعزائي المشاهدين عند إجراء مقابلة يفضل اتباع المراحل الآتية أولا مرحلة الإحماء ورم أب خلق جو من الألفة مع الشخص الذي تجري المقابلة معه ثانيا طرح الأسئلة كوشنينج المعدة مسبقا وينصح بأن تكون مستمعا جيدا لا تسأل وتجيب بنفسك أعطي المستخدم الوقت لإعطاء إجابة كاملة لا تقاطع لا تحرض على إعطاء إجابات معينة قلل من استخدام عبارات طنانة واستخدم لغة سهلة اكتب الإجابات وأخيرا يمكن استخدام جهاز سجيل بعد أخذ إذن المستخدم ثالثا مرحلة إنهاء كلوزر عندما تتم الإجابة على جميع الأسئلة قم بإنهاء المناقشة وأسأل المستخدم إن كان لديه استفسارات أو مقترحات أشكره واستأذنه إن كان من الممكن أن تقابل مرة أخرى إن لزم الأمر وأخيرا وبعد الانتهاء قم بتلخيص الإجابات بطريقة مرتبة وراجعها مع المستخدم أشكر المستخدم على حسن تعاونه ثانيا الاستيبانات يتم اللجوء إلى استخدام الاستيبانات لجمع المعلومات عندما يكون عدد الأشخاص المراد جمع المعلومات منهم كبير إن بناء الاستيبانات يتطلب تخطيطا كبيرا وتحضيرا جيدا وذلك لكبر عدد المستخدمين وعدم مقابلتهم حيث تكون الأسئلة واضحة ومحددة الإجابة ثالثا المشاهدة أو الملاحظة بعد الحصول على المعلومات عن طريق المقابلة والاستيبانة ينصح بمراقبة النظام وذلك للتأكد من صحة المعلومات التي تم جمعها ما هي محتويات التقرير التفصيلي أعزائي المشاهدين يحتوي التقرير التفصيلي على عرض المشكلة وأهميتها أهداف الدراسة الأسباب التي دعت لها والغاية من النظام الجديد ملخص النتائج التي توصل لها المحلل الحلول والبداء المقترحة التوصيات البديلة التي وصى عليها المحلل أدوات تحليل الأنظمة أنليسيس تولز أولا قاموس البيانات داتا ديكشيناري حيث يستخدم لوصف البيانات الداخل للنظام من خلال اسم والتصنيف والشكل والاستخدام ثانيا جدوى القرار ديسجين تيبل تساعد على تعريف المشكلة وفهم وتحليل النظام القائم والجديد وإضاحة المنطق وراء صناعة القرار الشكل العام لجدوى القرارات الشروط إجابات الشروط الأفعال اتخاذ القرار ثالثا أشجال القرار هي تمثيل تخطيطي لعملية اتخاذ القرار وتعتبر بديل عن جدوى القرارات وتمتاز بالبساطة والوضوح مقارنة مع جدوى القرار رابعا الترميز هو تمثيل البيانات الكبيرة برموز صغيرة بحيث يسهل التعامل معها ومن فوائده تيسير عملية ادخال البيانات تسريع المعالجة التقليل من مساحة الذاكرة المستخدمة تقليل من احتمال أخطاء يحافظ على سلامة وسرية البيانات مثال الرقم الجامعي 0151011020304 يقسم هذا الرقم إلى رقم الفرع 01510 سنتي تسجيل 2011 الفصل الثاني 02 ورقم التسلسلي للطالب 0034 ويمتاز الترميز ببعض الخصائص تجعله ترميزا جيدا مثل الدقة عدم التكرار، وضوح المعنى، الاختصار، التوسع والمرونة، قابلية التشغيل ما هي أنواع الترميز؟ الترميز المتسلسل البسيط مثل أرقام الموظفين الترميز المتسلسل بالتقسيم إلى كتل مثل أرقام وظفي مديريات من 1 إلى 100 و200 إلى 300 الترميز التصنيفي بالمجموعات مثل رمز المجموعة 1، الرقم متسلسل 006 الترميز بالرقم المعنوي، مثل رقم الطالب كل مجموعة خانات تدل على معنى الترميز باستخدام رقم التحقق خانة تضاف على الرقم للتأكد من صحة المدخلات ذاتيا بعد إجراء مجموعة من العمليات الحسابية عليه أي الخوارزميات وأخيراً هكذا نكون قد تعرفنا على مراحل التحليل المبدئي ومكونات التقرير التفصيلي وعلى الأدوات المستخدمة في تحليل الأنظمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة